السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء القاضي بتمديد ولاية بعتة الأمم المتحدة في الصحراء منورسو تحدث عن ما وصفه بالتطور الخطير والمتمثل في إعلان جبهة البوليزاريو الانفصالية حصولها على طائرات مسيرة درون وتمنى أن يكون الخبر مجرد بروباقاندا كما جرت العادة وحدر الدبلوماسي المغربي من أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا قامت جبهة البوليزاريو باستخدام هذه الطائرات لتهديد أمن وسلامة المغرب مهددا بأن المملكة ستتصرف بقوة إذا ما قامت الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر ودول منوئة للوحدة الترابية للمملكة بذلك وأوضح السفير عمر هلال في هذا الشأن أن المغرب سوف يجداح المنطقة العازلة بالكامل في حال إذا تم تسجيل استخدام الطائرات المصيرة لمرة واحدة فقط وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الخميس تمديد ولاية بيتة المينورسو لمدة عام كامل مع تأكيده مرة أخرى على سمو المبادرة المغربية للحكم الداتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ترجمة نانسي قنقر